السلام عليكم. نكمل ان شاء الله رب العالمين. يتسبب لموضوع التيسل. التيسل طبعا احنا قلنا في عنا اللي هو عبارة عن كومبليكس ريسبتور. يتشكل من الالفة بيتا تشينز تمام يولو التيسل ريسبتور وفي عنا طبعا المصاحبات بتاعتهم ان هم عبارة عن السي بي تري سي بي تري بالتشين ابسلون زيد اه ابسلون دلتا قاما ابسلون مع الزيتا تشين واخريات طبعا بيصير من خلال هادي طبعا التشينز اللي هو عبارة عن السيجنال ترانستاكشن وبيحصل عنا عملية فوسفوريليش لأدار بروتينز اللي ان يحصل عملية اكتيفيشن للخلايا بشكل او باخر. طبعا الخلايا التيسل احنا عارفين هادي الخلايا في تعمل امتراكشن يعني نسلا احنا ذكرنا السابق بانه خليط التي سيل تي هيل بار زيرو بتكون في الليمف نود في منطقة في الليمف نود منطقة البلاكورتكس بيحصل عنا انا تأتي خريط الانترين برزمتينج سيل اللي هي دينترينج سيل وبصير عنا كونتاكت بين الخلايا في احدها بسموها سينابس تمام زي ما احنا عارفين هنا هاي مثلا عنا فاكتورز موجودة مش بطلب منها طبعا احفاظهم هاي ادهيجن فاكتورز موجودة عنا بقابلهم هاي خليط تي هيل بار وهي خليط الانتجين برزمتينج سيل كمان الامات سي كلاس 2 جاي من الانتجين برزمتينج سيل وعرضها لليبتايب بقابل هالتي سيل ريسبتور اذا كانت خليط تي هيل بار حيكون عنده سي دي فور حيكون عنه الكورسيبتور عشان يحكم الاحتكاك ما بين الانتجين برزمتينج سيل وهنا هاي يسموه كوستوميرات الموليكول سي دي توني ايت احفاظا في انها مجابلها سي دي ايت تي سيكس هادي برضو بتشبك معها هذا كله مطلوب طبعا عشان يحصل عملية اللي هو الانتر اكشن بكوين تي هيل بار اللي هي الانتجين برزمتينج سيل وهذا الامر يؤدي انه يصير عندي اللي هو يعني نوع من الانتاج لسي توكينز زي ما نحن شابين سي توكينز بين واحد وهي ان هنا سي توكينز تأتي من خريط تي هيل بار تروع على الدندر برزمتينج سيل تعملها متشوريشن كمان اكتر وكذلك الاكتيفشن بحصل من خلال سي توكينز بطلع من الانتجين برزمتينج سيل يروع الامين على تي هيل بار سيل هادي الصورة العامة في موضوع الانتراكشن هادي صورة اخرى يتمثل الانتراكشن ما بين التي سيل والانتجين برزمتينج سيل نيجي لنقطة اخرى في هذا الجانب اللي هو عملية الديفلوبمنت للأذر التي سيل احنا ذكرنا انه التي سيل عندما يصير لها في البون مارو انتاج تمام بحصل في عندنا هناك موجود في داخل التايمس تمام اللي هو بصير عندي رحيل الخلايا من البون مارو بتيش عنده على التايمس الان في التايمس قلنا في عندنا ملاطق موجودة اللي هي بسموها الكورتكس ومناطق يسموها المضالة تمام هناك في داخل الاول ما الدخول عندي الكورتكس بيحصل عملية اللي هو الديفرانشياشن للسيل ففي عندنا سيلس اسمها الفا بيتا تي سيل اللي هي هاد الخلايا اللي بنعملها عملية تعليم اللي قولنا عنها سي دي فور تي سيل و سي دي اي تي سيل تمام وفي انا خلايا اخرى اسمها جاما دلتا تي سيل يعني عبارة عن تي سيل تمام تعمل الديفرانشن له اللي هو الديفرانشياشن لانتيباضي ضد الليبت ضد ايش الليبت بتاع المايكروب هاي المعلومة اللي احنا لازم نعرفه في هادا الموضوع فهانا بيقول لي انا في البداية اول ما تدخل على التايمس سيكون في عندي بارنج ياما تكون الخلية قاما دلتا تي سيل ياما تكون عنها ايش الفا بيتا تي سيل تمام فاللي بيحصل هنا بصير عنا في الحالة هادي انو سيكون البيتا تي سيل خلاص بيصير ان البيتا تشين جين بيصير انها سابريشن لمين لهذا الجين بظل عندي ايش غاما دلتا تي سيل في عملية الماتشوريشن بروسس وبعد هيك بتروح على مكانها في مناطق اللي هي الانتستين على سبيل المثال وبتكون يعني شغالة بشكل او باخر انها بتحاول تدعم ادر سيلز من خلال اللي هي فراز للسايد كونز طبعا هدا فيه فى عملية زي ما كنا نقول عالفا بيتا ريسبتور الان العكس كدلك السيجنال اللي تيجي من خلال اللي هو تي سيل ريسبتور الفا بيتا بتصير عنا سويتش اوفوف لامين للجاما دلتا وبتظل عبارة الخلية عبارة عن الفا بيتا تي سيل ريسبتور وبعد هيك هذا الخلية الفا بيتا تي سيل ريسبتور يعمل تكون عبارة عن CB4 يعمل تكون عبارة عن CB8C بشكل عام هذا اللي بحصل عندنا في هذا الموضوع تمام 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 ماذا اللي بصير عندنا؟ الخلية بتدخل عندنا على منطقة الكورتكس في الكورتكس تذكروا ملاحقينها انه في عنا حاجة اسمه كورتيكو ابتيللسل بعد تخلق في الطايمس نفسه المهم الطايمس في الكورتكس بشكل او باخر بيحصل عندنا حاجة اسمه positive selection كورتيكس طلع عن المؤشر عبارة عن كورتيكس وتحت النيش ني ضل تمام في الكورتكس طبعا بصير نوع من الـ للخلايا اللي هي من عند البون مربو تمام وبصير عندنا في عنا حاجة بسمه positive selection موجود عندنا بعد ما نتخلص عملية seleccion تبقى الخلايا على منطقة الميضالة هذه المنطقة اللي نجيب عندي عبارة عن ميضالة فيها ميضالة تمام تمام هذه كل عبارة عن خلايا حاجات في عملية وتعمل حاجة بسمه negative selection تمام تعمل حاجة بسمه negative selection هذه هي الخلايا كتصوير إلا بشكل أو بعض نحن نظر الآن تسل 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 كتئ طبعا With gamma disability is gamma delta يمكن أن تكون 2 To be delta و To be T D 3 ذكرنا عن Pod nossas مدرعين السيركل يقولنا طبيعة الخلايا الان الخلايا الالفا بيتا والسي دي تري ماينس سي دي فور ماينس سي دي ايت ماينس تبدأ تصير عندي بوزدر سي دي تري بلاس سي دي الفور بلاس الفا بيتا وهنا مجرى تمامها بسمو ده بالبوزدر اوكي الان هاد الخليط التايموسايت اللي هي الدي سيل تروح تشتبك مع مين مع خليط الكورتيكو ابتيل هالسيل كورتيكو ايش تمام ايش اللي بصير فيها هاد الكورتيكو ابتيل هالسيل بتروح تشبك اه تي سيل معها عليها ايش هي هاد الكورتيكو ابتيل هالسيل عليها امات سي كلاس وان وعليها امات سي كلاس تو الان اذا كانت خليط التي سيل هاده بهذا النوع وهاده المكون اللي على سطحها كان لها رغبة تشبك على الامات سي كلاس تو تمام تشبك على الامات سي كلاس تو اوكي هتصير الخلية موهيه انها تكون عبارة عن سي دي تري بلاس الفا بيتا بلاس سي دي فور بلاس وببده سي دي ايت ينقص اذا كان الخلية شبكت على الامات سي كلاس وان مية مية على الامات سي كلاس وان اعرف ان الخلية هتصير سي دي تري بلاس الفا بيتا رسيبتور سي دي ايت بلاس سي دي فور مايوس تمام وهانا بيحصل عندي عملية الكورتيكو هانا بس اندي بوزتف سيليكشن ايش هاني سيليكشن الخلية اللي عندها رغبة وهي افنتي في عملية الارتباط مع الكورتيكو بتيل السيل هي اللي حتظلها عايشة والباقي كله سيموت فباللاحظ انه خمسة ودسعين في المية ما الخلايا حيموتوا وخمسة في المية حيضلهم عايشين اذا حيضلوا منا خلايا عايشين حليهم سي دي فور بلاس و سي دي ايت بلاس بس الحين بس يتحدد ليش اذا كنت انا انا سي دي فور سي دي ايت تبدأ تقل عندي تبدأ تقل طبعا انا حطينا عندي ضايل بلاس لكن يفص الاصل دب قل و العكس كدلك اذا كانت عندي سي دي ايت بلاس بدا الفور الثقل تمام اوكي فهدولة ضايل خلن نسامي بوستر او بمعنى الأصح تجاوزا بنقول عنهم ضايل بوستر حيصير الهم ميجاتف سيليكشن عبير ما يصلوا المضلة عبير ما يصلوا المضلة بكونوا هذا سي دي فور و سي دي ايت تقدر تقول ما في الشي وهنا عندي سي دي فور ما فيش عندي و سي دي ايت بلاس وكأنه بده يتشكل عندي CD4Cell و CD8Cell هادي الخلايا CD4Cell و CD8Cell هم الخلايا اللي كان عندهم ايش high affinity لانين؟ للكورتيكولوتيالسل الموجود عندي فوين في الكورتيكس الآن هاد الخلايا الخمسة في المئة قولنا خمسة وتسعين في المئة قديش عددهم خمسة في المئة منهم اللي حيروفوا على المضلة هادي الخلايا الخمسة في المئة هيشبكولي على الماكروفيج هيشبكولي على الدنتراتيكسل والعملية ستكون حكسية اي خلايا عندها ارتباط جامد مع الخلايا اللي قلنا عنها سيصير لها العكس والخلايا اللي ما عندهاش هاي افينيتي هذه الخلايا اللي حبالها عايشة ما عندهاش افينيتي سيكون ان انا اتحرفت عليك طبعا ايش المقصود في الامات هي عبارة عن اامات سي كلاس 1 و 2 جواهم البيبتايد تعاد مين تعاد ميسيلف انتجين تعاد جسمي مش كلهم بشكل عامية في المية تقريبا فوق الـ 95% من هدول الانتجينات تعاد جسمي والبيبتايد هيكون موجودين على الامات سي كلاس 1 و 3 واضحة اذا معناته احنا تعرفنا على البيبتايد تعاد جسمنا وما لم نثار لم يحصلنا اكتيفاشن وهنا البديها بدي ان هاد الخلية اللي اصبحت CD4 او اصبحت CD8 يروحوا على الـ Lymph node تمام؟ وصحبة مع مين؟ مع الـ Self Antigen وإلا لو صار قدر الله من ضمن المشاكل واحدة منهم هنا في المكورتكس عفوا وطلعت عند اعلم فنوة تضل عندها دايما تكون لما تعرف على الـ Self Antigen معناته مصيبة وهذا كانت تفسير انه من ضمن اسباب الـ Autoimmune disease انه فيه عندنا خلية تمام؟ من خلايا الـ T cell صار لها هروب من negative selection تمام؟ وهذا اللي بيحصل لعنا في موضوع الـ Selection الى ان يحصل لعنا في الاخر خلية CD8 plus CD4 أو CD4 plus CD8 تمام؟ هذا بالنسبة لهذا الموضوع تمام؟ هذا الكلام انا شرحته هنا بمفهوم والـ Positive Selection الموجود عندي في الـ Times هنا حديث زي ما تشاهدين عن موضوع الـ Positive Selection اللي هو عبارة عن تعبير الكلام اللي انا حكيته تعبير الكلام اللي انا حكيته احنا قلنا عنا عندها عندها وعندها وعندها الـ اللي هما طبعا اللي بتبنيه هم وكذلك الديندردكسيل الموجودة عندي في المضلة والماكروفيج كمان والمضلة بـ برضو كمان عندهم الـ وعندهم وعندهم كمان عرض سبحانك ربي ايش اللي صار عندي أنا؟ ربي احنا هناك كنا عندنا هاي أفينيتي ايش عجب هانا تطلع منها؟ في مننا ضلوا هاي أفينيتي ونظلوا منه صار لو أفينيتي اللي هو صار عندي عن مستوى يعني في خلال الرحلة تعيتها من الكورتكس للمضلة الخلية صار في عندها كمان نوع من الـ الـ مواضح بشكل أو بآخر فحصل صار عندنا وجود هذا التغير في موضوع الـ الـ اللي تم يعني إيجاده على سطح الخلايا الـ تمام؟ هذا بالنسبة لموضوع اللي هو الـ حاولوا تقرأوه وإن شاء الله بتكون الصورة واحدة هاي صورة أخرى هنا بقول لي الخلايا في أول ما تدخلس في السابس كابسولارت ريجون جب ما ندخل على الكورتكس الساعة ما زالت نيجاتيب بداية من دخولها تبدأ تصير بوزيتف تمام؟ بوزيتف سيليكشن كورتيكو بيتلان سيل بوزيتف سيليكشن هاي عفيني هتقولها هيعيشن والبقين هيموت دخل على الكورتيكو مضلة هنا بصير الـ ميغريشن مضلة ديندريكس سيل طبعا ترتبط عليهم مع اضر سيل وكي بسمعينا نيجاتيب سيليكشن انو الخلايا اللي هي مصارها شي هاي عفيني تقيلح الخلايا اللي تمشي وحتروعينا بشكل أوبية آخر هانا بيجي بقول لي يعني بطيني إشعار انو الـ ديسل بتكون طبعا في الترايموس قبل ما تخش الترايموس في الكورتيكس تاعت الترايموس في المضلة تاعت الترايموس في السيركولاتينج اللي حطلو اعلم في نوت فبقول لي كيف بصير هناك تدرج في الاكسبريشن بتاع مين بتاع هاد الموليكول اللي موجودة عندي زي تي دي تي قلنا تيرميلان دايوكسون نيوكليو تايدا ترانسفيريز انزيم الراج سي دي تو سي دي تري تي سي رسيبتور اكسبريشن سي دي فور او سي دي اين كيف بصير عندنا التدرج يعني سي دي فور والسي دي ايت ببدا يصير عندنا هنا زيادة نوعا ما على اللي هو مين الاكسبريشن سواء كان سي دي فور سي دي ايت اكتر في منطقة الدخول المضلة تمام ما بدأ كل واحد يخد له اتجاه تي سر رسيبتور من عند بداية الدخول المضلة التايمة كورتيكس ببدا يزيد عندنا ايش تي سر رسيبتور عفوا تي سر رسيبتور عفوا موجود الراج والتي دي اكيد باخده لفترة معين عشان يصيرها من الرينج مثل الفا بيتا رسيبتور وبعد هيك خلاص بصير الشي عندي بالمرة لا راج ولا تي دي تي بشكل او باخر سي دي توب بكون موجود عندنا الان بيجي بقولي فيه عندنا مفارقات نوعا ما ما بين التي سر رسيبتور والوميونو جلوبيل الوميونو جلوبيل عبارة على سيبتور تمام خلينا احنا نطلع على التابل والتيبل هذا هو يعني يعطيني اشعار بشكل او باخر الان فيه عندنا تي سر رسيبتور مع الاميونو جلوبيل نحاول نشوف ايش الفروقات ما بين التي سر رسيبتور والاميونو جلوبيل نيجي نطلع على التابل عشان نختصر الحديث بشكل عاوي الفيتشور او اور فانكشن الفيتشور اور فانكشن انتي بادي اميونو جلوبيل تي سر رسيبتور تي سر رسيبتور نطلع عندك هنا الانتي بادي قلنا مفهوم عندنا انتي بادي تابلو اي جي ام وعننا التشين بتاعت تمام الكمبليكس هنا عندي عندي تي سر رسيبتور عنده سي دي تري زامبو زامبو زيتا هنا هدول بعملو لسيجنال ترانسداكشن سي دي تري زيتا قلنا الكلام هذا لكن هنا ميل بعمل ليس سيجنال ترانسداكشن اللي هو بينجلي الاشارة الالفا والديتا تمام الان ايش في عنا افكتور فانكشن كومليمين فكسيشن فاجوسايت افكتور فانكشن طبعا الانتي بادي اكيد الو مستقبل على الفا جوسيتاكسيل بعمل فكسيش لالكم لانتبال كلاه اكيد هانا تي سر رسيبتور مروش لاحظ الحدود طيب فورمز اوف امتيجن كوغنيز طيب انت يا تي سي يا انتي بادي اه بشبك علييا بروتين ممكن يشبك علييا لبد سكر نو بروبلم كيميكالز اوكي بشبك علييا هنا انا بتعاملش الا مع بيبتايد على الامة سي كلاس ملاحظين دائما التعامل من رسيبتور تيسل مع الامة سي اللي حملال البيبتايد تمام هذا اللي بيحصل عندنا في هذا الوقوف تمام عندنا اي بيتوب معين هناك ممكن ياخد لينيار كونفورميشن يختلف بصير دايفيرسيتي طبعا في عندي دايفيرسيتي هذا الكلام مفاهمين ايش معندي دايفيرسيتي بديش عشره تمام وبصير الناس بسيفستيل اكتر من عشرة اخوة تسعة لاحظ هذا كله سبحان الله فيه كلونال سيليكشن تيوري في التخليق قبل ما انتحرض وتتصور عندك كمان التسير سيبتور قلعا ممكن عندنا سبسيفستيل ايصال عشرة اخوة وداشة تمام انتجار 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 بالريجون طبعا برضو الريجون تمام هدا 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 الالفا والبيتا سيجنال تسميم اونتغير اونتغير سيجنال تسير لانتجار بيتا تسميم بي تاسير تسير تمام الايفكتور تسميم الافكتور بايا الكنستانت تبعا العشرة انتغير الكون الاربا مالوش علاقة في هذا الوجه تمام مالوش علاقة افكتر فانكشن جسد انا بس تقبل اما تسي كلاس مع بيبتايد بعد هيك بصير لنا والخلالة بصير اكتيفاشن من هذا الكمبلكس اللي حوالي تمام هيك بنكون انهينا موضوع الانتي بادي وعرجنا شوي على التي سيل ووضحنا الفروقات ما بين التي سيل التي سيل والانتي بادي از ريسيبتور فور تبيسل تمام وان شاء الله تكون السورة واضحة واي استفسار ان شاء الله نحن على استعداد بيعطيكم العافرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته